قناة حكاية كتاب بوكستيل تقدم الرواية الصوتية سلسلة روايات بانوراما تأليف دكتور نبيل فاروق العدد رقم اثنين الباب الخلفي أنا والقانون الباب الخلفي قصة بوليصية كاملة لست أدري من ذلك العالم السخيف الذي بزل أيامه وجهده في سبيل اختراع تلك الآلة المزعجة المعروفة باسم الهاتف إنني أشعر أحيانا بالندم لأنني أضع واحدا من هذه الهواتف إلى جوار فراشي لقد كنت أستغرق في نوم عميق بعد يوم عمل شاق عندما انطلق رنينو ذلك الهاتف فجأة واخترق أذني كرصاصة قاسية لا تعرف الرأف أو الرحمة وجعلني أقفز من فراشي منزعجا والتقت سماعته وأقول في حنق أنا المفاتش عدل من المتحدث؟ كنت أنو إطلاق سيلي من الشتائم والسباب على أذني المتحدث لولا أن منعتني آداب المهنة عندما ميزت صوت أحد الزملاء وهو يقول إنه أنا يا عدل معذرة لإيقاظك الآن ولكن الرئيس طلب إسند هذه القضية إليك بالذات حاولت دفع النوم عن ذهني وأنا أتثائب في عمق قبل أن أسأله أية قضية؟ أجابني في لهجة تشف عن انفعاله إنه صديقك عطوة صاحب مصنع النسيج في شبرى لقد لقي مصرعه شعرت بخنجر حاديا غرس في قلبي وأنا أهتف عطوة؟ هل قتل؟ أجابني بسرعة ليست لدي تفاصيل كاملة ولكن رجال المعمل الجنائي هناك في المصنع كانت آثار النوم قد ذهبت كلها بالطبع وأنا أضع سماعة الهاتف ويرتدي ثيابي على عجل ثم أنطلق بسيارتي الصغيرة إلى مصنع عطوة في شبرى والحزن والألم يعتصران قلبي لفقد واحد من أقرب أصدقائي على هذا النحو وفي المصنع الصغير كان عمال نبتجية الليل يقفون جميعا في صمت وحزن تشاركهم الآلات التي توقفت في حلوقها خيوط القطن الملونة وأبت أن تكمل دورتها لتصنع أثواب القماش الزاهية اللون التي اعتاد المصنع إنتاجها وأصرعت أصعد إلى الطابق الثاني حيث مكتب عطوة وهناك وجدت أشرف من المعمل الجنائي منهم كان في فحص المكان ورفع البصمات في حين يغطي رجال الإسعاف وجه عطوة ويضعونه فوق محفتهم لنقله إلى حيث يتم فحص جثته وكتمت دموع في صعوبة وأنا أسأل أشرف ماذا حدث؟ هز رأسه قائلا جريمة قاتل ما في ذلك من شك على الرغم من أن القاتل حاول جعلها تبدو انتحارا قالها وأشار إلى حبل رفيع من خيوط الغزل التي ينتجها المصنع معلق في صقف المكتب وتتدل منه أنشوطة رفيعة بدت لي أقل ثمكا من احتمال جسد رجل ناضج مثل عطوة فقلت يا له من قاتل غبي من الواضح أن الخيوط لن تحتمل و قاطعني أشرف إنها خيوط متينة للغاية بخلاف ما يبدو ولقد كان عنق عطوة داخل الأنشوطة بالفعل وجسده يتدلى متأرجحا منها عندما وصلنا إلى هنا سألته في دهشة كيف تأكدت إذن من أنها جريمة قتل؟ أجابني في حسم إنها مهنتي تصورت أنه سيكتفي بهذا الجواب المقتضب ولكنه أضاف في اهتمام لقد كانت هناك زرقة تتركز عند الوجه والعنق وعلامة الخيط كانت تخيط بالرقبة على هيئة دائرة أفقية كاملة متصلة وهذا لا يحدث إلا عند استخدام القوة لخنق الضحية أما في حالة الشوق فالزرقة تتركز في القدمين وتكون علامات الخيوط مائلة من الأمام إلى أعلى الخلف وتنمحي تماما عند مؤخرة العنق سألته في مرارة ومن قتله؟ هزك كتفيه قائلا هذا عملك أنت وكان على حق مهمته تقتصر على فحص المكان أما مهمتي فتمتد إلى الكشف عن القاتل وهذا ما سأفعله بإذن الله وبالسرعة التفت إلى ضابط الشرطة الذي وصل قبلي إلى المكان وسألته أهناك مشتبه فيهم؟ فأجاباني على الفور لقد أجريت تحقيقا سريعا في الأمر وعلمت من العمال أن سيد عطوة وصل إلى المصنع في الحادية عشر مساء وظل في حجرته دون أن يصعد إليه أحد حتى تم كشف مصرعه قلت في عصبية ما الذي يعنيه هذا؟ أشرف يقول إن شخصا ما قتل عطوة خنقا ثم علقه في ذلك الحبل الرفيع ليوحي بانتحاره وهذا يعني أن ذلك الشخص وجد طريقه إليه أليس كذلك؟ أجاباني محاولا تهديئة فعالي بالطبع ولقد وجدنا الوسيلة التي بلغ بها القاتل مكتب السيد عطوة سألته في حدة وما هي؟ أجاباني وهو يشير إلى باب صغير في مؤخرة المكتب الباب الخلفي تطلعت لحظة إلى الباب الصغير ثم اتجهت إليه وفتحته كان يقود إلى ممر طويل ينتهي بدورة مياه خاصة وقبلها سلم صغير يهبط إلى مغزن المصنع فالتفت إلى الضابط أسأله هل يستطيع أحد العاملين هنا التسلل إلى الباب الخلفي عبر المغزن؟ أجاباني الضابط كلهم يستطيعون هذا ولكن تحريتنا تثبت أن ثلاثة منهم فقط غادروا مواقعهم أثناء نبتجية الليل في الفترة ما بين وصول السيد عطوة وكشف جثته وهم المهندس مختار رئيس النبتجية والأستى باكري أقدم عامل هنا والأستاذ عطية صغر عطوة قلت في حزم أحضرهم إلى هنا على الفور ولم تمضي دقائق حتى كان الثلاثة يقفون أمامي باكري بعضلاته البارزة وجسده الممتلئ القصير ومختار بقامته الممشوقة وبنيته الرياضية وعطية الذي بدأ أشبه بمصارع قوي بكتفيه العريضتين وفكه الضخم وفي حزم قلت لماذا غادرت مواقعكم الليلة أيها السادة مضت لحظات وكل منهم يتطلع إلي في صمت قبل أن يقول باكري في صوت أشبه بالزمجرة لقد ذهبت لتفحص المغزن في حزب ولكن غيري ذهب ليقتل المدير بدى الغضب على وجه عطية وهو يقول غيرك مثل من لوح بكر بسباباته في وجهه وهو يقول أنت تعلم من المقصود لقد هدد عطوى بك رحمة الله بطردك أليس كذلك صاحبه عطية أيها الحقير كاد يشتبكان في مشادة حامية لو لأن أشرت إليهما بالصمت في سرامة وقلت ما قصة الطرد هذه عطية أجاباني في عصبية إنه خلاف في الرأي فحسب تشاجرن عند وصوله الليلة فسباني أمام الجميع وهدد بطرد من المصنع مدعياً أنه لم يقبل عملي فيه إلا لمصاهرة إياه صاحب أكري ولهذا قتلت أنت تعلم أن طردك من هنا سيلقيق على قريعة الطريق بلا عمل صرخ أعطية ولماذا أنا أنسيت مشجرتك معه وموضوع العجز الذي كده يفصل بسببه المهندس مختار من عمله ويفقد مهنته انعقد حاجب مختار وقال لم يكن باستطاعاته فصلي فليس من السهل أن يجد مهندساً خبيراً بمتانة الخيوط مثلي أما أنت فلا تفقه شيئاً في عملنا والتخلص منك لن يعني شيئاً استوقفتهم مرة أخرى في صرامة أكثر وقلت مهلاً أيها السادة أريد أن أعرف شيئاً عن مشاجرة بكري مع عطوة وموضوع العجز هذا أجاباني بكري في عصبية إنها مشاجرة قديمة منذ أسبوع كامل لقد اختلفنا حول طبيعة مهنتي والراتب الذي ينبغي أن أتقاضاه فطلبت أنا زيادة كبيرة في راتبي وعلى العطوة بك أنه يفضل فصلي عن زيادة هذا الراتب الحقير الذي أتقاضاه منذ عشر سنوات دون زيادة وصمت لحظة ثم أضاف في حدة وهذا ليس مبرناً لقتله رمقته بنظرة باردة كعادتي كلما أردت إرباكاً مشتبه فيه ولكنه تصدى لنظراته بأخرى حادة صارمة وقال أتجده كذلك؟ تجاهلته تماماً وأنا أشيح بوجهي عنه إلى المهندس مختار وأسأله وماذا عن العجز؟ بدأ التوتر في وجهه وصوته وهو يقول إنه مجرد خطأ في حسابات الأصناف الواردة بالمخازن ولقد تصور الحاج عطوة أن هذا الخطأ يعني وجود عجز أو اختلاسات وهددني بالفصل ولكنني راجعت معه كل الدفاتر وأثبت له عدم وجود عجز قال عطية في حدة وما دليلك على هذا؟ شهادة الحاج عطوة؟ صاح به مختار لا شأن لك بهذا أنت لا تفهم شيئاً من عملنا أمسكه عطية في عنف وصاح في وجهه ستدفع ثمن هذا غالياً فسأصبح مديراً للمصنع بعد مقتل الحاج عطوة وأول ما سأفعله هو فصلك منه ابتسم مختار في سخرية وقال وهل ستعمل بالمصنع دون مهندس متانة؟ لو عطية بزراعه هاتفاً سأجد غيرك سأجده حتماً ولو دفعت له ضعف راتبك أوقفت شجارهما وأنا أقول في حزم كفى يا عطية إنك لم تصبح مديراً للمصنع بعد قال بكري في حدة ولن يصبح التفت إليه أسأله لماذا؟ أجاباني بصوته الغليز وهو يلوح بكفيه في حنق ألم تسمع ما قاله المهندس مختار؟ إنه لا يفقه شيئاً في عملين هذا صاح عطية يمكنني أن أتعلم صرخت بهم وقد أحنقتني شجارتهم المتصلة كفى لاز ثلاثتهم بالصمت وأطلقت أنا من أعماقي زافرة حادة ثم عدت أودير عيني في المكان بحثاً عن أي دليل أو قرينة قد تقودني إلى القاتل الحقيقي منهم ورفعت نظري إلى ذلك الحبل الرفيع الذي كان يتدل منه جسد صديق الراحل عطوة وفجأة قفز الحل إلى ذهني نعم هذا هو الحل المنطقي وهبطت عيني مرة أخرى لتواجه المشتبه فيهم الثلاثة وأنا أقول معذرة أيها السادة لقد عرفت القاتل أتى السؤال على لسان ثلاثتهم في آن واحد مغموساً في اللهفة من هو؟ من هو؟ من هو؟ رفعت سباباتي أمام وجهي وأنا أقول في حزم إنه الشخص الوحيد بينكم الذي تكفي خبرته ليكون وثقاً من أن ذلك الحبل الرفيع المصنوع من خيوط غزل المصنع يكفي لحمل جسد رجل ناضج كعطوة في حين يتصور أي شخص غيره أن الخيط أرفع من أن يحتمل ذلك أو أنه أقل متانة مما ينبغي شحب وجه المهندس مختار وتراجع مردداً في هلع مستحيل مستحيل ثم انطلق يعد عبر الباب الخلفي للمكتب ولكنني انطلقت خلفه وأوقفته ولدي الآن اعتراف كامل منه اعتراف تفصيلي كتبه وهو يرتعد ويستند إلى الباب الباب الخلفي تمت مذكرات زوج سعيد اشترينا سيارة لا أرجوك لا تقل مباركاً استمع إلى قصتي أولاً الواقع أنني لم أكن أرغب في شراء أية سيارات ولم يكن داخلي يكفي أبداً للدخار ما يكفي لشراء سيارة قديمة مستعملة ثم إنما كان عملي لا يبعد عن منزلي أكثر من مائة متر فحسب ولكنها زوجتي وأه من زوجتي لقد أصبها الجنون عندما سمعت أن زوج شقيقتي ابتاع سيارة وراحت تهاجمني ليلة نهار وتنعي حظها النحس الذي أوقعها في زوجي مثلي بلا طموحات أو أحلام وتلقي تبعت زواجها على أمها الراحلة مدعي أنها رحمها الله كانت السبب في زواجنا على الرغم من أنني أذكر جيداً أن زوجتي كانت تبزل أقصى جهدها أيام كنا جرين لتوقع بي في حبائل الزواج و ولكنها ليست قصتنا هذه المرة فلنعود إلى السيارة المهم أنني لم أستطع احتمال زن زوجتي طويلاً فقررت بيع آخر قطعة أرض ورثتها عن أبي وإضافت كل مدخراتنا إلى ثمنها واشترينا السيارة واستقبلت زوجتي السيارة المستعملة بالأحضان والقبولات وأصرت على ارتداء أفضل ثيابها والحصول على صورة ملونة مع سيارتنا وإرسالها بالبريد المستعجل إلى أختها في ليبيا ثم بدأت مرحلة العذاب لقد كشفت زوجتي في هلع أنني لا أجيد قيادة السيارات ولا أفهم حتى كيفية أداء هذا لسبب بسيط وهو أنني لم أمتلك أو حتى أحلم أبداً بامتلاك سيارة ومرة أخرى راحت زوجتي تندب حظها السيء وتبكي سوء بختها وأعلنتني بكل صراحة أن الأغبياء فقط هم من يجهلون قيادة السيارات وأن أي حمار يمكنه قيادة طائرة بوينج 707 دون أدنى مجهود أو مشقة ثم جففت دموع الحصر والندم ورفعت أنفها في شموخ وأعلنت أنها ستبدأ من الصباح التالي في تلقي دروس قيادة السيارات ووافقت بالطبع ووافقت دون أن أشير إلى رأيها السابق الخاص بالعلاقة بين الغباء وجهل قيادة السيارات واتصلت بأحد مكاتب تعليم قيادة السيارات واتفقت معه على البدء في تلقينها الدروس اللازمة اعتبارا من الصباح التالي وفي الموعد المحدود تماما وصل المدرب فاستقبلته الزوجتي بطرف أنفها وحاولت إقناعه بأنها كانت فيما مضى بطلة من أبطال سباق السيارات ثم فقدت زاكرتها في حادث كبير فاضطرت لإعادة تعلم القيادة واستمع إليها الشاب في صبر يشكر عليه ثم دعاها لبدء دروس تعلم القيادة ولثقة الشديدة بإسلوب زوجتي وعبقريتها فقد رفضت تماما حضور الدرس الأول وتركت الشاب المسكين يصحب زوجتي وحده دون حماية مسلحة أو غطاء جوي مناسب ليبدأ معها دروس القيادة الأولى ومضت نصف ساعة كاملة دون أن تزيع وكالات الأنباء أي أخبار عاجلة عن وقوع كوارث مرورية عنيفة فاعتبرت ذلك فألا طيبا وبدأت أشعر بالارتياح ثم عادت زوجتي فجأة عادت صاخطة غاضبة مخنقة كعاصفة هوجاء وخلفها الشاب المسكين منكمشا في رعب ويتصب عليه جم غضبها وتؤكد أنه أجهل خلق الله بالقيادة وأصولها وأن تعليماته كلها سخيفة خاطئة لا يمكنها أن تساعد أي مخلوق زكي على تعلم قيادة السيارات فرحت أهدئ من روعها وسألت الشاب عن المدى الذي بلغه معها فانكمش أكثر وأجابني أنهما لم يتحرك بالسيارة قيد أم له طوال نصف ساعة الماضية وهنا فقط فهمت سبب عدم وقوع كوارث مرورية في هذه الفترة وحاولت إقناع زوجتي بالاستمرار في تلقي الدروس في نفس الوقت الذي توسلت فيه للشاب أن يحتملها وأن يواصل تدريبها وتعليمها وأخيرا قبل الشاب وقبلت زوجتي ولكنها طلبت من الشاب تأجيل الدرس إلى اليوم التالي لأنه أفسد أعصابها ومتعتها اليوم وقبل الشاب البطل عرضها ورأيت السعادة تتألق في عينيه وهو ينصرف مسرعا قبل أن تغير رأيها وإيقنت أنه لن يعود مرة أخرى أبدا ولكن الغبي عاد في الصلاح التالي وبدى مستسلما مستكينا حتى أنني انتهست فرصة ارتداء زوجتي لثوب الميدان أقصد ثوب تدريب لأسأل الشاب هامثا ما الذي أتى بك أيها المجنون سالت دموعه الحار وهو يشرح لي صعوبة الحياة واضطراره لخوض الكثير من المخاطر مقابل راتب جيد يمكنه من الإنفاق على زوجته وولديه وعادت زوجتي مرتدية ثوبها ويدبعها الشاب مستسلما إلى السيارة يا إلهي كم هي عسيرة هذه الحياة ولكن هذا الشاب المكافح صنع معجزة في ذلك اليوم لقد نجحت زوجتي في تحريك السيارة عشرة أمطار كاملة تكلف المتر منها تسعة عشر جنيها بالتمام والكمال فقد ارتطمت في نهايتها بسيارة جارنا جينيدي وحطمت مؤخرتها مما اضطرني إلى إصلاحها على نفقاتي الخاصة بمائة وتسعين جنيها كاملة أما في الأيام التالية فقد تحسن أسلوب الزوجتي في القيادة حتما صحيح أنني لم أرها أبدا تقود السيارة ولكن كان لدي مؤشر خاص لا يخطئ أبدا لقد تكلف يومها الثاني مائة جنيه في حسب والثالث سبعين والرابع خمسين وهكذا وأخيرا أعلنت زوجتي بكل زاهو أنها أصبحت تجيد قيادة السيارات وشعرت بالارتياح عندما انتهت هذه المرحلة العصيبة فاتصلت بالشاب لأشكره ولكنهم أخبروني في الشركة أنه حصل على إجازة والتحق بدورة خاصة لتعلم قيادة السيارات ولست أدري لماذا فعل هذا المهم أن زوجتي خرجت في اليوم التالي مباشرة في جولة قصيرة حول المنزل وعادت منتفخة الأوداج لتعلن لي أن سيارتها الجديدة رائعة ولكنها لم تظل سيارتها إلى الأبد فبعد إسبوع واحد من القيادة عادت إلى المنزل ساخطة صائحة سيارتك هذه أسخف سيارة رأيتها في حياتي قلت في دهشة سيارتي أنا هاتفت بالطبع أليست سيارتك ألا تحمل رخصة قيادتها اسمك سألتها في حذر عما فعلته السيارة فأجابت محتدة لقد اختارت أسوأ أوقات النهار في منتصف ميدان التحرير وتوقفت عن العمل هدأت من روعيها واستحبت صديقي فرج وذهبنا إلى ورشة عبد الميكانيكي الذي أرسل معنا صبيه بيليا ولست أدري لماذا يحمل كل الصبية اسم بيليا إلى ميدان التحرير فأصلح عطل المحرك وقادها إلى المنزل وهناك استقبلتها زوجتي بنظرة متعالية وكأنها تعلن لها غضبها عما فعلته بها ثم جذبتني إلى الداخل وسألتني بلهجة منزرة متواعدة كم أعطيت هذا البليا؟ لم أكد أذكر لها الرقم حتى أطلقت شهقة استنكار وراحت تصرخ في وجهي بأنني عبيط وسازج ولا أفهم شيئا في فن إصلاح السيارات و... و... وانتهت العاصفة في سلام وفي الأيام التالية عادت السيارة سيارتها ففي كل يوم تقول مبتسمة سيارتي هذه سريعة سيارتي جميلة المظهر سيارتي لها أفضل إطارات وكنت أشعر بالارتياح كلما تحدثت عنها بصيغة الملكية فقد كان هذا يعني دائما أن السيارة تسير على ما يرام حتى كان ذلك اليوم كنت قد عدت على التو من العمل فلم أجد زوجتي بالمنزل وجلست أنتظر عودتها عندما سمعت جرس الباب وهو يرن على نحو منتظم لم تكن هي حتما فهي تحمل مفتاحا للشقة مثلي فأسرعت أفتح الباب ورأيت أمامي ضابطا من ضباط المرور رمقني بنظرة النارية وهو يسألني سيادتك فلان الفلاني لم أكد أجيبه بالإجاب حتى ظهر من خلفه مخبران حملاني قبل أن أضيف حرفا واحدا إلى سيارة شرطة تنتظر أسفل البناية وسمعت الضابط يتحدث مع السكان عن محاولة إرهابية لم أدرك معناها حتى وصلت إلى قسم الشرطة ورأيت السيارة تقف أمام باب القسم مباشرة وحولها رجال الشرطة وخبراء المفرقعات وسألني الضابط في صرامة أهزي سيارتك وبعدها لم أدري ماذا حدث بالضبط ولكنني علمت فيما بعد أن السيارة توقفت أمام باب القسم مباشرة وتركت سائقتها وفرت هاربة فشكل جميع في احتمال انفجار السيارة ولم يكن أمامي سوى الدعاء سرقة السيارة والدخول في سلسلة من التحقيقات انتهت كلها على خير والحمد لله وعندما عدت إلى منزلي كانت زوجتي تجلسة هادئة وياد سألني هل أحضرت السيارة؟ شرحت لها ما حدث وأنا أصرخ في غضب فصاحت في وجهي بصرامة وماذا كنت تريدني أن أفعل؟ أسلم نفسي للشرطة؟ قلت في غضب بل كان يمكنك طلب مساعدتهم في دفعها مدام محركها تعطل أمامهم رفعت رأسها في استعلاء وهي تقول محال أن أدخل قسم شرطة ووصلت صراخي وغضبي ولكنها ألقت علي نظرة غير مبالية وتثائبت قائلة لا تنسى إغلاق النوافذ وإطفاء أنوار عندما تنتهي من الصراخ وذهبت إلى حجراتها لتنام في عمق تاركة إياي أشتعل غضبا وسخطا وحنقا وفي تلك الليلة اتخذت قراري لا بد من بيع السيارة وبأي ثمن وفي الصباح اتصلت بصديقي فرج وطلبت منه البحث عن مشتر للسيارة فأخبرني أنه سيبزل أقصى جهده للعثور على مشتر بسعر مناسب وعند الظهر كان مع المشتري في الشقة وجلسنا جميعا ننتظر عودة زوجتي ليشاهد المشتري السيارة ويفحصها ونتم الصفقة ومع آزان العصر وصلت زوجتي وواقع قلبي بين القدمي لقد عادت صاخطة مخنقة وهي تهتف سيارتك هذه حمقاء سخيفة كنت أسقط فاقد الوعي وأنا أسألها ماذا فعلت هذه المرة أجابتني في غضب صدمت سيارة كبيرة تحمل شعارا كبيرا أظنها سيارة رئيس الوزراء أول ولم أسمع الباقي ولم تتم الصفقة تمت المغامرة رواية جاسوسية مسلسلة الحلقة رقم اثنين ملخص الحلقة السابقة سخر أشرف من روايات الجاسوسية التي يكتبها صديقه نزير وصفر لقضاء إجازته السنوية في إسطنبول وعلى متن الباخرة التي تنقله إلى هناك التقى بفتاة سوفيتية طلبت منه إيصال مظروف مغلق إلى صديقة لها في إسطنبول وبعدها لقيت مصرعها وفتش بعضهم كابينة أشرف بحثا عن ذلك المظروف ثم هجمه أمريكي وزميله وألقى به في البحر 3- الزاكرة رجل في البحر انطلقت تلك الصيحة من فوق برج الباخرة فور ارتطام جسد أشرف بمياه البحر فهتف الأمريكي في حنق اللعنة سأله زميله في قلق ماذا سنفعل؟ أسرع درك يختفي وهو يقول في سخط وماذا يمكننا أن نفعل؟ أما أشرف فقد ارتطم جسده بالبحر وراح يغوص ويغوص ويغوص وراح قلبه ينبض في عنف وهو يضرب المياه الباردة بزراعيه محاولاً الصعود إلى السطح وانتابه زعراً شديد وسط المياه المظلمة وهو يتخيل عشرات الوحوش المفترسة تشق البحر نحوه وتطبق على زراعيه وصاقيه وتناهى إلى مسامعه صوت أشبه ببوق قوي وتناثرة المياه من حوله ثم أمسك بشيء ما بالزراعه وفتح أشرف فمه ليطلق صرخة رعب ولكنه ابتلع الكثير من المياه المالحة وغمر وجهه ضوء قوي ثم أظلم كل شيء ظلام عميق شديد غاص فيه عقله طويلاً طويلاً ثم خرج منه بختة لم يكن قد فتح عينيه بعد عندما شعر بجسده يرقد على فراش وثير وسمع إلى جواره أصوات متداخلة عاجز للوهلة الأولى عن تفسيرها حتى ميز بينها صوت القبطان وهو يقول في غضب لم أعد أدري ما الذي يحدث على سطح هذه الباخرة في البداية تلقى سوفيتية مصرعها ثم يلقي بعضهم شاباً في البحر ويقلب حجراته رأساً على العقب أين نحن؟ في مدينة سيطر عليها عصابات المافيا؟ سمع صوتاً يجيبه ربما سقط وحده في البحر أو قاطعه القبطان في حدة لا يا الطبيب لقد شاهد أحد بحارات رجلين حمل ذلك الشاب والقياه في البحر عنوى وهذا أحد أعمال العصابات ثم اكتسى صوته بالكثير من الصرامة وهو يضيف ولا بد لي من معرفة ما يحدث حتى ولو انتزعت اعترافاً قهرياً من هذا الشاب قال الطبيب في توطر لا داعي للقص عليه فهو المجني عليه وليس الجاني ثم إن ذاكرته قد تعاني بعد تظاهر بعد صدمة السقوط في البحر وهنا فاتح أشرف عينيه في بطء وغمغم أين أنا؟ من أنا؟ التفت إليه القبطان والطبيب في آن واحد ومال القبطان نحوه وهو يجيب في سرامة أنت هنا في كابيناتك لقد أعدنا ترتيبها ونقلناك إليها بعد أن انتشرك بحارتي من البحر أخبرني من فعل هذا بكابيناتك ومن ألقاق في البحر أمسك الطبيب كتفي القبطان وقال رويدك يا سيدي رويدك ولكن أشرف تطلع إليهم في حيرة وهو يجيب كابيناتي؟ البحر؟ ومن أتى بي إلى البحر؟ ماذا حدث؟ تراجع الطبيب في أسف وغمغم يا إلهي لقد فقد الزاكرة أما القبطان فعقد حاجبيه الكثين وهو يقول أنت مهندس كمبيوتر مصري تحمل اسم أشرف حسين كما يقول جواز صفرك وهذه الباخرة تقلك إلى إسطنبول هل ساعدك هذا على سعادة زاكرتك؟ حدق أشرف في وجهه ببلادة وتمتم زاكرتي؟ بدا مزيج من الغضب والشك على وجه القبطان وبدى وكهنو سينفجر في وجه أشرف في سخط ولكن الطبيب أمسك زراع القبطان في قوة وهو يقول معذرة يا سيدي إنني أمنعك من استجوابه تملس القبطان من قبضته في حدة وهو يقول تمنعني؟ بأي حق؟ إنني القبطان أجابه الطبيب في سرامة وأنا طبيب الباخرة ومن حق اتخاذ أي إجراءات لضمان سلامة مرضاي كان القبطان يشعر بغضب حقيقي وبرغبة عارمة في معرفة الحقائق إلا أنه كان يعلم في الوقت نفسه أن الطبيب على حق لذا فقد اكتفى بضم حاجبيه الكثين وبإلقاء نظرة غاضبة صارمة على أشرف قبل أن يقول في حدة فليكن سأترك لك تحديد الوقت المناسب لاستجواب هذا الشاب أيها الطبيب ولكن فلتعلم وليعلمه أيضا أنني سأضع حراسة دائمة على هذه الكابينة ولن أسمح لأحد سواك بدخولها أو الخروج منها حتى نصل إلى اسطنبول بعد غد هل تفهمني؟ قالها واندفع مغادرنا الكابينة في عنف وأشرف وأشرف يتابع بنظرات تحمل الكثير من الحيرة والضياع التقطت أزونا دارك تلك الدقات الخافتة على باب كابينته فهب من فراشه وانتزع مسدسه من جرابه المعلقة تحت إبطه والتصق بالجدار المجاور للباب وهو يقول من الطارق؟ أتاه صوت يعرفه جيدا يقول أنا فيليب أسرع دارك يفتح الباب فدلف زميله فيليب إلى الكابينة في سرعة وأغلق الباب خلفه في إحكام وهو يقول إنك تبالغ في الحذر يا صديقي أعاد دارك مسدسه إلى جرابه وهو يقول في سرامة هذا أفضل من المبالغة في الاستهتار ثم سأل فيليب في حزم ماذا عن المصري؟ هل أبلغ القبطانة ما حدث؟ هز فيليب رأسه نفيا وهو يبتسم قائلا لم يعد بإمكانه أن يفعل تطل عليه دارك في شك وهو يقول كيف؟ أجابه فيليب لقد فقد الزاكرة التقى حاجب دارك وهو يردد في حذر مرتاب فقد الزاكرة؟ فيليب كتفيه وقال لا تنسى أنه ليس محترفا قال دارك في حدة حتى الهواه يمكنهم التعامل بشيء من المهارة ضحك فيليب قائلا إنه ليس حتى هاويا لقد طورت في الأمر على الرغم منه أنا سيت هذا درب دارك قبضته براحته وهو يقول في حدة ولكن هلجة أعطته الأسطوانة قبيلة مصرعها أنا واثق من هذا وإن كراه ذلك يزيد من شكوك نحو عقد فيليب حاجبيه بدوره وقال ولكن أنا فتشنا كابنته كلها ولم نعثر على أثر للأسطوانة صاح دارك وهذا ما يحنقني صمت فيليب لحظة مفكرا قبل أن يقول ربما تخلص منها خوفا مما يمكن أن تجره إليه التفت إليه دارك يسأله في حذر وكيف تخلص منها أجابه فيليب وهو يلوح بكفيه في حماس ألقاها في البحر أنسيت أن لكابنته نافذة على البحر مباشرة ازدادا عقاد حاجبي دارك وهو يفكر في هذا الاحتمال قبل أن يهز رأساه في قوة قائلا لا يمكنني الاستكان لهذا التفسير دون دليل قوي جلس فيليب على مقعد وثير مواجه للفراش وهو يبتسم قائلا سيمنحك الدليل بعد يومين في حزب وقبل أن ترسل باخرة في اسطنبول سأله دارك في اهتمام كيف اتسعت ابتسامة فيليب وهو يقول في ثقة لدي وسيلة مضمونة ولم يفصح عن وسيلته ولكن دارك كان يدرك أنها وبلا شك مضمونة وحاسمة تطلع الطبيب إلى عيني أشرف مباشرة وهو يسأله في صوت عميق ألم تسترجع زاكرتك بعد؟ هز أشرف رأسه نافيا في حيرة وأجاب لست أدري بعد أي جزء فقدته زاكرتي فأنا أذكر جيدا اسمي وهويتي وأذكر أنني حجزت كابينة من كبائن الدرجة الأولى على متن هذه الباخرة ليسافر إلى اسطنبول ولكنني لا أذكر شيئا بعد هذا ولا أذكر أنني وقعت في البحر ظل الطبيب يتطلع إليه لحظات في حيرة ثم تراجع وهز رأسه في أسف مغمغما من الواضح أنك عانيت الكثير غمغما أشرف حقا أو ما طبيب رأسه إيجابا وقال عقلك الباطن تعرض للضغوط عنيفة تفوق قدرتك على الاحتمال حتى ألقاق بعضهم في البحر وهنا أصابك نوع من الانهيار النفسي والعصبي جعل عقلك الباطن يحتفظ وحده بكل الأحداث العصيبة التي تعرض لها ويكتمها عن عقلك الواعي فأصابك فقدان زاكرة محدود وهو ما تعاني منه الآن قال أشرف في حيرة لست أفهم شيئا ابتسم الطبيب وربط على كتفه مشفقا وهو يقول لا داعي لأن تفهم استرخف حزب سنبلغ اسطنبول فجر الغد حاول أن تحصل على قدر كاف من النوم قبل ذلك فهناك ستنتهي متعبك كلها غمغم أشرف أتعشم هذا منحه الطبيب ابتسامة أخرى مشفقة وربط على كتفه مرة ثانية ثم غادر الكابين في هدوء وعبر ممر الدرجة الأولى بخطوات ثابتة حتى التقى في نهايته بفليب الذي سأله في اهتمام بالغ ماذا لديك؟ ابتسم الطبيب وقال اطمئن إنه فقد الذاكرة بالفعل أمأ فيليب برأسه وقال هذا أفضل كثيرا ثم أضاف بسرعة ولكننا نحتاج إلى تفتيش الكابينة مرة ثانية أجابه الطبيب لقد أعطيته عقارة منوما ويمكنكم تفتيش الكابينة وهو نائم لو تنكرتم في هيئة عمال نظافة فلقد أخبرت الحارس أن عاملية نظافة سيأتيين بعد قليل ابتسم فيليب قائلا حسنا فعلت ودس في يد الطبيب رزمة ضخمة من أوراق النقد الأمريكية أسرع الطبيب يخفيها في جيب معطفه وهو يقول لم يكن هناك داعا لهذا يا سيد فيليب لم يكن هناك داعا قط وأسرع يبتعد خشية أن يتراجع فيليب في منحته أو رشوته أهو نائم حقا همس دارك بهذه العبارة وهو يشير بفكه إلى أشرف الذي استغرق في نوم عميق فقال فيليب في حزم إنه كذلك بالفعل ألم أخبرك أن الطبيب أعطاه عقرة منوما رمق دارك أشرف بنظرة شك أخرى ثم أسرع يفتش الكابينة في اهتمام بالغ بمعاونة فيليب وهما يرتديان زي عمال النظافة بالباخرة فتش حقيبة أشرف ودلابه وملابسه وحتى أثاث الكابين القليل قبل أن يقول فيليب مستسلما لا يوجد أدنى أثر للإسطوانة تمت مدارك في حنق وتقول إنهم مجرد شخص تورد بالأمر أجابه فيليب في حدة أنت تعلم أنه كذلك وفجأة هاتف دارك يلا الشيطان سأله فيليب في قلق ماذا حدث؟ أجابه دارك وهو يخرج من جيبه متواص وسرية شبيهة بمطواط أشرف هذا الإطار هناك إنه يصلح كمغبين رائع اندفع نحو الإطار وحلم سميره الحلزونية في سرعة وانتزعه من مكانه ثم عقد حاجبيه في غضب متمتما اللعنة أما فيليب فقال في سرامة لا يوجد أي شيء خلف الإطار هيا أعده إلى مكانه ولنغادر هذه الكابينة أعد دارك الإطار إلى مكانه وربط مساميره الحلزونية مرة أخرى في إحكام وهو يغمغم قائلا إذن فقد تخلص منها التفسير الوحيد هو أنه قد فعل والتفت إلى زميله مستطردا هيا بنا لم أعد أطيق البقاء هنا لحظة واحدة غادر الكابينة معا وأغلق بابا غلفهما في حنق وهنا هنا فقط فتح أشرف عينيه فتحهما في بطء وحذر وأدارهما في الكابينة الصغيرة في سرعة ثم اعتدل جالسا وهو يبتسم في خفث لقد نجحت خطته نجحت فكرة فقدان الزاكرة المزعومة هذه في أن تنقذه من بطش الأمريكيين ومن محاولة ثانية للتخلص منه وإلقائه في البحر وفي نشاط غادر فراشه وأخرج متواطه السوسرية وراح يحل المسامير الحلزونية التي تربط القائم الخلفي بالفراش لقد توقع محاولة التفتيش الثانية هذه توقع أن يلجأ الأمريكيون إلى تفتيش كابينته مرة أخرى قبل أن يعلنوا فشلهم في استعادة استوانة الكمبيوتر وفي حرص وحذر أخرج استوانة الكمبيوتر من تجويف صغير بين القائم والفراش ثم أعاد ربط القائم جيدا وحمل الاستوانة إلى حقيبته ووضعها فيها وسط ثيابه بكل ثقة واطمئنان إنهم لن يفتشوا أمتعته مرة ثالثة لا يمكن أن يفعلوا هذا وفي ثقة لا حد لها عاد إلى فراشه واستغرق في نوم عميق نوم حقيقي هذه المرة ولم يكن يدرك وهو غارق في النوم أن مغامرته الحقيقية لم تنتهي وهو يقترب من العاصمة التركية إنها تبدأ هناك في اسطنبول أربعة اسطنبول كانت توقعات الطبيب صحيحة فقد رست الباخرة في الميناء فاجر اليوم التالي وغادرها كل ركابها فيما عاد أشرف الذي استقبله القبطان في مكتبه وظل يرمقه لحظات بنظرات صارمة صامتة قبل أن يقول أواثق أنت من أنك لم تستعد ذاكرتك بعد يا سيد أشرف هزى أشرف رأسه في بطء وهدوء وأجاب لا ليس بعد يا سيد القبطان عاد القبطان يرمقه بنظراته الصارمة الغاضبة قبل أن يقول اسمع يا سيد أشرف أصريحك القول بأنني لا أثق في قصة فقدانك الزاكرة هذه وأصر على أنك تحاول بها إخفاء بعض الأمور المريبة وربما بعض الأشياء المنافية للقانون ولكنني للأسف لا أملك توجيه أي اتهامات إليك حتى تهمت محاولة الانتحار بعد أن رأى بحارات رجلين يلقيانك في البحر عنوى ولذلك فسأتظاهر بتصديق فقدان الزاكرة المحدود الذي تعاني منه وسأسمح لك بمغادرة الباخرة إلى اسطنبول وارتفعت حدة حديثه بغتة وهو يتابع ولكنني أمنعك من عمباتا من وضع قدمك على باخرة مرة أخرى وإلا فإن رجال أنفسهم هم الذين سيلقون بك في البحر هذه المرة وعندئذ لن تجد من ينقذك من الغرق هل تفهمني؟ تمت ما أشرف في خوف أفهمك ثم حمل حقيبتهم مستطردا والآن هل تسمح لي بالانصرف؟ صاح القبطان في وجهه اذهب اذهب قبل أن نلقي بك خارجا هيا أسرع أشرف يغادر الباخرة وينهي إجراءاته الجمركية ثم غادر الميناء كله إلى العاصمة التركية إلى اسطنبول وفي ارتياح استنشق دفعة كبيرة من الهواء في عمق ثم زفرها في قوة وابتسم ابتسامة عريضة وهو يتمتم أخيرا إن دفع في حماس يقطع شوارع اسطنبول حاملا حقيبته وهو يتطلع إلى كل ما حوله في شغف وانبهار تماما كما كان يتوقع مزيج رائع من الغرب والشرق في مكان واحد البيوت والمنازل زات الطراز العربية الإسلامية العريق جنبا إلى جنب مع البنايات الحديثة الشاهقة والطرز المعمارية الأوروبية العصرية حتى البشر يرتدون خليطا من الثياب العربية والأوروبية وفي حماس استوقف أشرف سيارة من سيارات الأجرة وهتف لسائقها وهو يخفز داخلها هيلتون اسطنبول كان قد قرر قضاء إجازته كأفخم ما يكون حتى ولو أنفق فيها مدخراته كلها فاسترخى في الأريكة الخلفية لسيارة الأجرة وهو يبتسم في نشوة ويتخيل أيامه الجميلة في اسطنبول وفجأة تذكر الاسطوانة تذكر هيلجا وكل الحوادث التي جلبتها إليه بتلك الاسطوانة التي أعطته إياها وذهبت نشوته دفعة واحدة وهو يعتدل ويتحاسس حقيبته في اهتمام ثم يفتحها في حزر ويدس يده داخلها ليتأكد من وجود اسطوانة الكمبيوتر داخلها ويتنفس الصعضاء على نحو جعل الصائق يسأله بالإنجليزية أيضيق قشيء يا سيدي هز أشرف رأسه نفيا في عنف بلا مبرر وهو يجيب لا مطلقا ثم قفزت إلى ذهنه فكرة جعلته يضيف في اهتمام أجبني يا رجل أيمكنني استئجار جهاز كمبيوتر هنا؟ لم يكد يلقي سؤاله حتى بدى له سخيفا باهتا فهم بالاعتذار عنه لولا أن أجاب الصائق في بساطة من أي طراز؟ شعر أشرف بالارتياح للجواب فاعتدل يقول أي طراز شائع فليكن IBM مثلا ابتسم الصائق وهو يقول لن تجد صعوبة إذن هتف أشرف في لهفة أتوجد جهات عديدة لاستئجاره هنا؟ أجابه الصائق بل توجد في هيلتون اسطنبول قاعة خاصة لأجهزة الكمبيوتر من هذا الطراز لخدمة رجال الأعمال ويمكنك استئجار أي جهاز منها لو أنك تملك المال اللازم وكانت أفضل عبارة سمعها أشرف منذ صعد إلى الباخرة في طريقه إلى اسطنبول والواقع أنه لم يضع لحظة واحدة بعد هذا لم يكد يستأجر حجرة مناسبة بالفندق حتى ساءل موظف الاستقبال أيمكن استئجار جهاز كمبيوتر في قاعة رجال الأعمال؟ أجابه الموظف يمكنك هذا بالطبع يا سيدي مقابل ألفين ليرة للساعة الواحدة ودون تردد استأجر أشرف أحد أجهزة الكمبيوتر وحمل الاسطوانة التي أعطته إياها هلجا قبيل مصرعها وأخرى خالية لنسخها واتجه إلى قاعة رجال الأعمال ودس الاسطوانة الفارغة في الفراغ السفلي للجهاز والثانية في الفراغ الذي يعلوه ثم ضغط الزر التشغيل بالجهاز وهو يقول لنفسه فلنرى أولا ما تحوي هذه الاسطوانة العينة التي كدت ألقى مصرع بسببها أضيقت شاشة الجهاز وظهرت صورة لمطار حربي فهتف أشرف يا إلهي إذن فهي صور سرية لمطارات حربية وبطر عبارته بختة واتسعت عينه في دهشة عندما رأى إحدى طائرات المطار ترتفع أمامه وفوقها عبارة تشير إلى بدء اللعبة وترشده إلى الأزرار التي ينبغي استخدامها لتحريك الطائرة في كل الاتجاهات وإطلاق نيران مدفعها على الأجسام المختلفة التي ستهاجمها وفي زهول حائر بدأ أشرف يضغط الأزرار وانطلقت الطائرة ولثوان الروح أشرف يختبر الأزرار والطائرة تستجيب لضغطاته فتميل يمينا أو يسارا أو ترتفع وتنخفض وتطلق نيران مدافعها على أهدافها فهدف في دهشة عجبا إنها مجرد لعبة من ألعاب الفيديو والكمبيوتر اعترف في قرارة نفسه أن هذه اللعبة أكثر إتقانا في وضوحها واستجابتها من كل ألعاب الفيديو التي رأوها في حياته كلها ولكن هذا لم يمنع من كونها مجرد لعبة وفي عناد راح يواصل اللعبة ويتفادى الأبنية التي تعترض الطائرة وهو يطلق نيرانها على كل ما يقابلها أو يواجهها من طائرات للعدو الوهمي أو أجسام أخرى مجهولة ولكن هذا لم يوصله إلى شيء وفي صخة هتف ما الذي تخفينه أياتها اللعبة العينة فوج أبو فوات مسدس باردة تلتصق بظهره عند منتصف عاموديه الفقري تماما مع صوت خشن يقول في صرامة لا تقلق نفسك يا سيدا شرف واترك لنا مهمة كشف هذا تجمدت أطرافه في رعب وهو يقول أهو أنت يا مستر دارك تخلى عن طائرة اللعبة من شدة فزعه ورأها ترتطن بأحد الأبنية فيصدر على الكمبيوتر صوت انفجار معدني وبعدها تملأ شاشته عبارة استفزازية تقول انتهى الضور وفي سخرية شرسة ابتسم دارك وقال نعم هو أنا يا سيدا شرف كنت أعلم أنك تخفي الأسطوانة في مكان ما وإن فقدانك الزاكرة هذا ما هو إلا خدعة سخيفة لم ينبس أشرف ببنت شفة وإنما أغلق جهاز الكمبيوتر في توطر بالغ وسمع دارك يقول في شرسة وهو يضغط فوهة المسدس بظهره في عنف والآن هل تعطيني الأسطوانة في هدوء أم تفضل أن تخترق رصاصات زهرك أزاح أشرف رتاج تجويف الأسطوانات وانتزع أسطوانة وأضار يده بها خلف ظهره إلى دارك وهو يقول ها هي زي التقط دارك الأسطوانة في لهفة ودسها في جيبه وهو يقول بنفس الشراسة رائع يا مستر أشرف لقد أتيت الصواب ولا شك والآن والآن إصحابني إلى الخارج ساله أشرف في توطر عصبي ولكن لماذا لقد أعطيتك الأسطوانة قال دارك في سرامة لا تسأل يا مستر أشرف لا تسأل ترك أشرف مكانه وصار معه حتى مدخل قاعة الكمبيوتر وهناك قال دارك صدقني أنني كنت أتمنى قتلك يا مستر أشرف لولا رغبتي في الدخار ثمن الرصاصة التي تبتعها الإدارة من أموال دافع الضرائب في دولتي ثم اندفع فجأة مبتعدا وهو يعيد مسدسه إلى جرابه تحت إبطه ولم يلبث أن غاب عن عيني أشرف الذي قال في سخرية خسرت يا الغبي واستدار عائدا أدراجه في سرعة وابتسم في ارتياح عندما وجد الاستوانة الأصلية مستقرة في موضعها في جهاز الكمبيوتر فتمتم ترى ماذا ستفعل يا مستر دارك عندما تكشف أنك لم تحصل مني إلا على استوانة رخيصة فارغة انتزع الاستوانة الأصلية ووضعها في جيبه وهو يستطرد في همس أظن أفضل ما يمكن عمله الآن هو التخلص من هذه الاستوانة اللعينة غادر فندقه واستوقف سيارة أخرى من سيارات الأجرة قال لسائقها وهو يجلس في أريكتها الخلفية فندق أتاتورك ساله السائق في تكاسل أي فندق منها هناك خمسة فنادق على الأقل تحمل اسم أتاتورك أجابه في ضيق ذلك الموجود في الحي الغربي وبسرعة قال السائق فليكن وانطلق بالسيارة في حدة مباغتة جعلت ظهر أشرف يرتطن بمسند الأريكة فيهتف في حنق ليس بهذه السرعة خيل إليه أن السائق لا يسمعه وهو يميل على عجلة القيادة وكأنه يحتضمها وينطلق بالسيارة في سرعة كبيرة تكفي في القاهرة لإثارة سخط حي بأكمله فزفر في توطر واكتفى بمحاولة الاسترخاء في الأريكة وهو يفكر في أعماقه ترى أيا سير في الطريق الصحيح؟ هل اختار الملعب المناسب؟ من الواضح أنه صراع مخابرات أمريكي سوفيتي فلماذا ترك نفسه يتورط فيه إلى هذا الحد؟ لما لم يتخلص من هذه الاصطوانة لعينة أو يعدمها وينتهي كل شيء؟ لما حتى لا يسلمها إلى الأمريكيين؟ درس الفكرتين في رأسه باهتمام ولكنه لم يلبث أن استبعادها في سرعة فلقد كان فضله يلتهب لمعرفة السر الخفي الذي تحتويه استوانة كمبيوتر صغيرة كهذه أي لغز يختفي داخل لعبة وفجأة قفز إلى ذهني خاطر عجيب ماذا لو أن الأسرار التي تخفيها هذه اللعبة تسيئ إلى بلده هو إلى مصر ماذا لو أنه يضر بلاده بفعلته هذه لم يحصل عقله للأسف على وقت كاف لدراسة هذا الاحتمال الجديد فلم يكد يرد بزهنه حتى توقف السائق بحركة حادة وقال في شيء من الزهو فندق أتاتورك يا سيدي غادر أشرف سيارة الأجرة بعد أن نقض السائق أجره مضعفا واتجه إلى فندق أتاتورك في تردد حتى وجد نفسه داخله وموظف الاستقبال يسأله أيرغب السيد في حجرة أم في جناح فاخر ارتبك وهو يقول بل إنني أبحث عن شخص يقيم هنا سأله موظف الاستقبال في اهتمام من هو يا سيدي أجابه في تردد إنه شخص سوفيتي أعني فتاة سوفيتية تحمل اسم ناتاليا و ابتسم موظف الاستقبال وهو ينظر إلى شخص ما خلف أشرف مما دفع هذا الأخير إلى أن يلتفت بدوره إلى حيث ينظر الموظف وهنا اتسعت عيناه عن آخرهما وسقط فكه السفلي لقد كان ما أمامه مزهلا مزهلا بحق البقية في العدد القادم الخطأ قصة كاملة من الخيال العلمي يا لها من مشكلة لقد أصيبت آلة الزمن التي اخترعتها بعضب حيوي مخيف في أولى رحلات بها ها هي زي تلقيني في تلك الصحراء المغفرة ذات العجب الأحمر العجيب والمستنقعات المتناثرة في كل مكان ماذا أفعل الآن؟ كيف أعود بالآلة إلى العصر الذي انطلقت منه؟ المشكلة أنني لم أحضر معي أدوات كافية لإصلاح ذلك العضب ولست أدري كيف أواجه الموقف لم تختر ببالي هذه المشكلة قط وأنا أبدأ رحلتي هذه كنت قد أعددت لكل شيء عدته وقضيت أعوام طوالا أدرس نظريات الزمن والنسبية والسرعة حتى توصلت أخيرا إلى الحلقة المفقودة في أسطورة آلة الزمن الشهيرة التي طالما دعابت خيال وأفكار العلماء من قبل وكادت هذه الحلقة المفقودة هي الطاقة مئات العلماء من قبل درسوا الفكرة على الرغم من غرابتها وحاولوا التصدي لفكرة الصفر عبر الزمن واختراقها ولكن كانت تواجههم دائما المشكلة نفسها ما الطاقة اللازمة لهذا؟ وواحدي توصلت إلى الحل والحل يكمن في سرعة الضوء تلك السرعة الثابتة التي يفترض الجميع كونها أكبر السرعات المعروفة في عالمنا إننا نرى الأشياء ونتعايش معها لأنها تمضي من حولنا بتلك السرعة بسرعة الضوء ماذا يحدث إذن لو أمكننا السير بسرعة تساوي سرعة الضوء؟ لو أمكننا هذا نظريا فستنعدم الحركة من حولنا ويبدو كل شيء وكأنه ثابت جامد لأننا نسير بالنفس سرعة الرؤية هل تبدو لكم هذه النظرية عجيبة؟ لقد بدت لي كذلك أيضا قبل أن تثبتها معادلاتي الرياضية فأوقين من أنها حقيقية لا مجرد فكرة نظرية وبعدها انتقلت إلى النقطة التالية ماذا يحدث عندما ننطلق أو نرى؟ أسرع من الضوء في هذه الحالة تسبق رؤيتنا رؤية الإنسان العادي ونتجاوز حدود الزمن المعروفة ونقصر حاجز الزمن تماما كما كسرنا من قبل حاجز الصوت ولكن أي الطاقة هذه التي تسمح لنا بتجاوز سرعة الضوء؟ وكيف تنطلق أسرع من الضوء دون أن تجاوز حدود المكان؟ كانت هذه هي المشاكل الفعلية التي تواجه اختراعي العظيم وبالنسبة للمشكلة الثانية كان الحل سهلاً إذ كان الضواران في المكان يحاقق الهدف المنشود إذ أن آلة ترتجز على محور ثابت وتحكمها قمة ثابتة يمكنها أن تدور بأية سرعة معروفة دون أن تتحرك من مكانها قيدة ملة وبقيت مشكلة الطاقة حتى الطاقة النووية لا يمكنها أن تبلغ هذه السرعة وقضيت سنوات أدرس هذه المشكلة وأبحث عن حل مناسب لها وأخيراً وضعت يدي على الحل إنها السرعات المتزايدة تماماً كما يحدث مع سفن الفضاء القديمة ذات المراحل كل مرحلة كانت تطلق كمية من الطاقة كافية لزيادة سرعة الصاروخ على نحو متتال حتى يبلغ الصاروخ سرعته القصوى لعبة قديمة شهيرة سأستخدم أطخم طاقة معروفة وهي الطاقة النووية مع عدد من المحركات المتتالية بحيث يعمل المحرك الأول بكل قوته حتى تبلغ سرعة آلة الزمن أقصاها وهنا ينطلق المحرك الثاني ليضاعف هذه السرعة ثم الثالث والرابع وهكذا وانتهت عند إذن لعبة الدراسة وبدأت مرحلة التنفيذ ولم يكن التنفيذ سهلا لقد احتاج مني إلى عام كامل قبل أن تكتمل آلة الزمن وفي زاهو وقفت أتأمل آلاتي العظيمة كانت أشبه بنحلة ضوارة من تلك التي يستخدمها الأطفال ولكن بحجم كبير يكفي لحمل بالإضافة إلى ست محركات نووية متتابعة وفي الداخل لم يكن هناك سوى مقعد واحد أشبه بمقاعد الطائرات له حزام قوي يثبت الجالس إلى المقعد في شدة وشاشة تحدد الزمن المطلوب بلغاه بالتحديد مع زر للتشغيل وعندما انتهت الآلة كان من الضروري أن تتم تجربتها والتجربة في هذه الحالة تنحصر في القيام برحلة عبر الزمن باستخدام آلتي الأسطورية العظيمة وحتى ذلك لم يكن سهلا أخبرني أنت إلى أي عصر تنطلق لو أنك تمتلك آلة زمن إلى الماضي أم من المستقبل هل تحاول رؤية التاريخ أم معرفة المستقبل ظللت ليومين كاملين أدرس هذه المشكلة قبل أن أتخذ قراري الحاسم التاريخ يملأ صفحة الكتب ولكن من يعرف المستقبل من يمكنه أن يتخيل ما ستكون عليه الأرض بعدما أتي عام مثلا هذا هو بالضبط الزمن الذي سأذهب إليه بعد القرنين من الآن أعددت كل شيء وجلست أتخيل موقف أهل القرن بعد القادم عندما يجدونني بينهم قادما من قرنين سابقين بآلة زمن أسطورية تصورت أنها ستكون معجزة قرنهم وقمبلة العلم لديهم وفي زاهو وخيالي يرسم عشرات الصور الجميلة جلست داخل آلة الزمن وحددت تاريخ ويوم الوصول بعد قرنين من عصري ورأيت الرقم يرتسم على شاشة الآلة ثم ضغطت زر التشغيل وبدأت آلة الزمن عملها انطلق المحرك الأول وتزايدت السرعة في عنف ثم انطلق المحرك الثاني والثالث ولم أعد أحتمل السرعة الفائقة والآلة نفسها لم تحتملها انفجرت الشاشة بغتة وتصعدت أدخن كثيفة من أجزاء متفرقة من الجهاز وكاد رأسي عنفجر وتوقفت الآلة فجأة وفقدت الوعي لست أدري كم ظللت فقد الوعي ولكن ما قيمة الزمن المهم أنني قد استعدت وعي لأجد نفسي وقد ذهبت إلى الماضي بدلا من المستقبل من الواضح أن انفجار الشاشة أصاب الآلة بعطب فقزفت بي إلى الماضي وليس إلى المستقبل وكم يبدو الماضي كئيبا ولكن لكل مشكلة حل سأجد حتما أي شيء يصلح كأداة لإصلاح عطب الجهاز وتركت الآلة في موضعها وأخذت أسير حولها بحثا عن قطعة حجر أو جزء نبات صلب أو أي شيء من هذا القبيل وفي أعماقي دار سؤال هام ترى إلى أي عصر من عصور الماضي وصلت إلى عصر ديناصورات أم العصر الحجري أم قبل هذا من يسكن الأرض في تلك الحقبة الرهيبة الحيوانات المفترسة أم البشر توقفت أدير عيني في محولي بحثا عن أي أثر للحياة ولكن لم يكن هناك أدنى أثر على مدى الرؤية كان السكون يخيم على كل شيء فقط تلك الأعشاب الحمراء والمستنقعات لا توجد حتى حشرات أو حيوانات دنيئة وكل هذا أعجب من أي تخيل كيف يمكن أن توجد كل هذه المستنقعات دون حشر واحدة التفسير الوحيد هو أن الألة قد ذهبت بي إلى أبعاد عصور الأرض إلى عصر ما قبل الحياة قبل ظهور الديناصورات أو إنسان نايدرثال ولكن فجأة تعثرت بشيء ما دائرة معدنية ضخمة أخفتها الرمال تقريبا ولكن كيف توجد المعادن في عصر يسبق ظهور البشر ألهب التساؤل فضولي في شدة فانحنيت أزيح الرمال عن تلك الدائرة المعدنية في لافة إنني أمام كشف مزهل حتما هذه الدائرة المعدنية من صنع البشر أو من صنع مخلوقات عاقلة على الأقل وهذا يضع تساؤلا جديدا هل كانت هناك حضارة قبل الحضارات المعروفة أم أن هذه الدائرة بقايا زيارة فضائية قديمة أزحت الرمال عن الدائرة ولاحظت تلك النقوش الواضحة فوقها إنها لغة لغة معروفة وفجأة وجدت نفسي أتراجعك المصوق لقد قرأت المكتوب على الدائرة المعدنية وأدركت أن الآلة لم تخطئ لم يكن هذا هو الماضي لقد كان المستقبل مستقبل الأرض تمت بحمد الله